الراية البيضاء بدأ العد التنازلي فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الافراس المنتجة محليا عمر ثلاث سنوات مفتوح لجميع الدرجات على جائز السعد بن عبد الرحمن بن الجيفان رحمه الله من اهالي الرياض واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور الله وبإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله وثراف الشوط الاول من علامة الالف وستمائة متر وطوارف في المقدمة المرشحة أجيال في المركز الثاني مع محاولات من الخارج لأريبة الآن بقيادة نواف الفيروز من الخارج ولازالت طوارف لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيادة كاميلوس بينا وكذلك أجيال في المركز الثاني طوارف في المركز الأول أجيال في المركز الثاني مع دخول لروابح الآن مع المنعطف قبل الأخير كما تشاهدون طوارف لازالت تحافظ على المركز الأول وأجيال في المركز الثاني المرشح الأقوى الفوز في هذا الشوط ودخول قوي الآن من الوسط لروابح بقيادة جوسس بارية في هذه اللحظة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير ومن الخارج المحافظة على المركز الثاني المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم طوارف لازالت في المقدمة أجيال من الخارج الثلاثي روابح طوارف أجيال 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 الآن المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط أجيال ابنة عقاب لسمواني فيصل من خالد بن عبد العزيز ومحاولات مع طوارف طوارف أجيال 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 الآن طوارف أجيال طوارف أجيال تحقق المركز الأول أجيال المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط تحقق المركز الأول